قل لي يا دكتور متحد بما أننا عملين بنسترجع زكريات حضرتك مع أعمالك وكتابتها هنا والأجواء الجميلة عايز أتكلم كمان ممكن إحنا كنا من فترة برضو مع بعض بس في الستوديو عندنا في الحياة وكنا بنحتفل بكوكو شانال وشارلي شابلين ومسرحيات فأنا عايز أتكلم سينما وسلسلات مسرحيات دكتور متحد بيفكر في إيه دلوقتي؟ بيحضر لإيه؟ أنا بحضر دلوقتي أنا والمخرج المبدع أحمد البوهي اللي عملنا مع بعض شارلي شابلين وأنا بحبه جدا ومعتبره ابني يعني بنعمل روميو جوليوت برضو ميوزيكل وإن شاء الله تنطلق يعني في شهر 11 أنت مركز قوي في المنطقة دي خلاص؟ أحبتها عملت كوكوشنل وبعدها روميو جوليوت سوري شارلي شابلين ودلوقتي روميو جوليوت وأنا بعتبر نفس الشاعر الأول وبعد كده بكتب دراما فالأصل هو الشاعر المسبالي فأنا بحب الشاعر الغنائي وأول فيلم عملته كان غنائي فأنا بحب المنطقة دي وفي موضوع تاني أنا أتمنى أن احنا نعمله اللي هو السيرة الزاتية للعبقاري جمال حمدان اللي عمل عبقارية المكان وتكلم على العالمين وتكلم على صحراء مصر الغربية فأتمنى أن أستطيع أن أنا أعمل هذا العمل طب أنا اسمح لي هقف عشان أنا عايز أتكلم على المشروعين بس الجزء الأولاني من كلام حضرتك الأعمال الفنية الغنائية وفيها العروض المسرحية أو العروض الاستعراضية وكل الكلام ده إنها ترجع وبقوة دلوقتي يعني كانت زمان موجودة الحقيقة بعدين ما فيش وبعدين رجعنا واحدة في واحدة شايف حضرتك إنه الإقبال والشباب والأسر التزوق المنطقة دي أو أهمية المنطقة دي أن تبقى عرض متكامل على المسرح قيمتوا إزاي دكتور ماتحة قيمتوا إن الناس لما بتقدم لها حاجة كويسة بتحترم عقلها لا وكمان أعمال عالمية ومصرناها وفي نفس الوقت من غير ما تبقى سقيل الظل يعني إنت مش معنى إن انت بتقدم شكسبر إنك تبقى متجاهم فإن إحنا لما قدمنا كوكوشان العدل جروب أستاذ جمال العدل هو متزعش متعملش مصر هتعمل على منصة ونجح جدا التجربة كانت أكتر جرأة في تشارلي شابل إن كان كله ميوزيكل فإحنا عرضنا في الرياض وبجدة والحقيقة كان استقبال خرافي أنا بحي الجمهور السعودي من هنا هو أول حد فتحنا في سنة ثم جينا عرضنا في مصر ستين ليلة عرض لم يخلوا كرسي واحد لمدة ستين ليلة عرض نتكلم ميوزيكل عن شارلي شابلين وووو ومش عرضي كوميدي على فكرة وعرضي عن سيرة حياة شارلي شابلين لا يا جماعة الناس وكل فئات الناس كانت موجودة وطلبة مدارس وناس مسكندرية وناس كانت بتيجي من البلاد العربية تشجعونا وقالولنا احترم عقل الجمهور يحترمك ويزودك ويكبرك ويدفع فلوسة عشان يجي يتصرف عليك فدلوقت ده اللي شجعنا ان انا وابوهي اللي عملت شارلي بنعمل روميو جليب لا اعمال قيمة وبتقرخ وتسجل وتوعي وناس تبقى عارفة معلومة وبتقول كمان مرة مصر تستطيع بنسها بسياسيها بشباب بفنانينها بكل حاجة انت بتغير بتمصر قوي يعني اكيد الفكرة نفسها زي ما هي بس انك تديها التتش المصري او الحتة اللي يبقى المشاهد المصري والعربي عايزها بصي انا يعني بحاول شارلي شابلين ان انا يبقى يعني انساني اكتر مصري او سعودي او انجليزي الازي يبقى هي الانسانية الحب الخير الحسد الكرة زي المشاعر الانسانية انا لما قدمها مصري حيفهمها والسعودي حيفهمها والانجليزي حيفهمها وكل هذا فاحنا طول الوقت لما كن بعمل حاجة عن مصر اكيد هيبقى لها صبغة مصرية لكن كلما كنت شاطر كلما رعايت البعد الانساني وانا لما جيت اعمل الحلم العربي انا والاستوال صلاح الشنوبي والمخموم حلم بق والفنان الكبير حميد الشاعري لانه هو كان مشارك اساسي في العمل يعني وكل المطربين الكبار انا رعايت في الكتابة وطرق الاريان طبعا كمخرج رعايت في الكتابة ان انا لو اترجمت الاجنة بيفهمها اشتركوا في القناة